إلى أستاذة لينا بتقول إيه ماذا يقول الفقه في حق الزوج الذي يسب زوجته ويسيء إليها في كل شيء وماذا يقول الفقه أيضا للزوج الذي لا يساعد زوجته على طاعته ولا يحتويها ومن المعروف أن ديننا الحنيف يقول أن الزوجة ينبغي أن لا تناطح زوجها بالكلام وأن تكون مطيعة له كما علمتمونا شكرا هل عندنا الآن أو سؤال هنا هل عندما توضح الزوجة لزوجها شيء تدافع عن نفسيها أمام الزوج هل هذا يعني يؤثر في حق الطاعة لا طبعا إحنا أنت ليست مملوكة الزوجة ليست مملوكة لزوجها وليست أمتا عنده حضرتك شريكة معه في الحياة عندك مشكلة إجليس معه وقولي والله أنا أعترض عليك في واحد اتنين ثلاثة اربعة إن سبكي يقولون لا لو سمحت لا تسبوني ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش البذي وبالتالي بيعمل معاك مشاكل حل معاه المشاكل في حدود الأدب في حدود الاحتواء في حدود الثقافة المعهودة فيما بينكما بالكلمة الطيبة بالكلام اللين بالبر والبر شيء هين وجه بشوش وكلام اللين بلاش الصوت العالي بلاش النرفذة بلاش الغضب الشديد بلاش التهديد والوعيد والزجر والتخويف لا الكلمة طيبة إن شاء الله نملك به القلوم ودي حقيقة والله والله ممكن أكثر من نصف مشاكلنا الزوجية تحل عن طريق الهدوء الجلسة الطيبة المثمرة العقل والتعقل لو سمحت اديها مساح من الحرية تعبر عما تشتكي منه قولها قوري واسمعها لو سمحت لما تكمل كل مشاكلها وكذلك الزوجة لو سمحت اسمعي جوزك اسمعيه هو عايز منك ايه اسمعي كويس جدا ولما يخلص كلامه اتكلم معاه ونبهدين كده مع بعض والله لو حلينا مشاكلنا بالهدوء المثمر وبالرفقة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما خل من شيء إلا شانه وبالكلمة الطيبة وبالنية الصادقة الموجودة فعلا في القلوب أنها راغبة في الإصلاح وأنه فعلا راغب في الإصلاح كل هذه المشاكل تحل بمشيئة الله تعالى لكن المشكلة التعند العناد المقابرة علو الصوت الغضب الرجولة اللي بعض الرجال للأسف فهمينها خطأ وفهم ان الزوجة دي عليه ان يأمر فيطاع والكلمة لا تسقط ابدا حتى ولو كان مخطئا لا يا أخي كل مننا يؤخذ من قوله ويرد وربما تكون المرأة مصيبة وربما تكون مخطئة دي سيدنا عمر رضي الله عنه قال كلمة حكيمة قال أصابت امرأة وأخطأ عمر فلماذا لا نفعل هذا هنا النصح والتناصح والمشورة والملاطفة والمضاراة والكلمة الطيبة والاحتواء والبسمة والنظر الهادئة والصبر على الغير كل هذا مطلوب لكن بقى هي تقول كلمة هو يقول كلمة وكل واحد يكل الآخر بالمكيال المسألة تنتهي بما لا تحمد عاقبته والسبب ايه عدم الاحتواء والسبب ان ما فيش حد منهم عايز يسمع الآخر وهذا خطأ طبعا